الشعب العراقي عالق في الوسط ما بين واشنطن وطهران هكذا يعنون موقع دا سيفر بريف الامريكي المختص بالشؤون الامنية في تقرير له حال العراقيين بعد 15 عاما منذ ما قيل بأنه عهد سياسي جديد في العراق التقرير تحدث عن دور الأحزاب الموالية لإيران في العراق ودور الميليشيات المرتبطة بها في تمكين النظام الحاكم في طهران من ممارسة نفوذ كبير على بغداد هذه الأحزاب بحسب تقرير الموقع مستمرة في تعزيز نفوذ إيران بغض النظر عن تشكيل أي حكومة قادمة فمصالح الأحزاب التي توصف بالنفعية أو الضيقة تصب في صالح تقوية نفوذ إيران العسكري والاقتصادي والسياسي أكثر فأكثر النائب في البرلمان الجديد رامي سيكيني يؤكد ما اعترف به سابقا عشرات المسؤولين الحكوميين ويقولوا إن كل الوزراء في حكومات ما بعد عام 2003 أثبت انتماءهم لأحزابهم وليس للمؤسسات التي يعملون فيها التجربة السياسية في العراق أثبتت أن استحقاقات الكتل بتفشيح وزراءها وإملاءها أو ضوضاتها على رئيس وزراء أثبتت أن انتماء الوزير للحزب وليس للوظيفة وعلى الرغم من إعلان حكومة الإعباد انتهاء وجود تنظيم الدولة عسكريا الذي اتخذ من وجوده ذريعة لتشكيل ميليشيا الحشد إلا أن وكلاء إيران ما زالوا مسلحين منفصلين عن القوات الحكومية كما يقول التقرير الأمريكي فالجديد في مسلسل العملية السياسية وفقا لتقرير الموقع هو صراع كبير يخوضه زعماء الميليشيات المنخرطون في العمل السياسي للضفر بأكبر عدد ممكن من الوزارات في الحكومة الجديدة في إطار نظام المحاصصة